العراق يدخل العد التنازلي ضمن ثلاث سنوات لتكرير الغاز المصحب لعمليات استخراج النفطة وزارة النفط أكدت أن البلاد وضمن مساح حكومتها الحالية تشرف على تأكيد تحقيق الخطوات الأولى من استثمار الغاز وضمن سقف أقصاه العام 2026 ويسجل العراق الغاز من بين الثروات التي تهدر منذ عقود والتي ترغب أبرز الشركات العالمية بينها شركة الطاقة الفرنسية باستثمارها تعاون مع شركة سيمينز العالمية لاستثمار الغاز وأيضا استثمار الطاقة النظيفة لرفض محطات الطاقة الكهربائية هناك النية لتوقيع اتفاق مع شركة توتال الفرنسية لاستثمار بحدوث 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز وأيضا توليد 1 جيجا من الطاقة استثمار بحدود 2000 مليون قدم مكعب قياسي باليوم اليوم وصلت بحدود 50% من خطتها ويؤشر اقتصاديون إلى أن العراق لديه خزين احتياطي للغاز يصل إلى أكثر من 123 تريليون متر مكعب في وقتين يعد فيه تنويع مصادر الطاقة والإفادة من الغاز عبر دول الجوار أمرا لا بد منه العراق إلى احتياطي من الغاز يتجاوز 132 تريليون قدم مكعب وهذه ثروة كبيرة ميزة هذا الغاز أولا خلصنا من التلوث لأننا موجود في اتفاقية باريس عام 2015 لدينا التزامات نقلل من انبيعات الكاربون دبلوماسيا يشدد معنيون على ضرورة تفعيل اتفاقات الطاقة التزام سياسي للعراق مع دول أسست علاقتها ونفوذها عبر ملفات جدلية اقتصاديا واستثماريا مثل ملف التلوث والتغير المناخي الذي تترجمه باريس عبر تمتين علاقاتها مع الشرق الأوسط من بغداد صابرين كاظم العراقية الإخبارية